يا صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل معاكم النهاردة فاطمة بعلي ولو اول مرة تشوفوا قناتي فعلوا الجرس وعملوا سابسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد بقدموا النهاردة هنعمل مع بعض فطاير تركية هشة ورطبة ربعة طريقتها سهلة وبسيطة وجديدة وهتسهل عليك انك تعملي العجين بسهولة النص كيلو هيطلع لنا 8 فطاير روعة يلا نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا والحاجة معانا كيلو الى ربع دقيق معلقة صغيرة بيكين بودر ورشة ملح وكباية مية دافية نص كباية زيت كباية حليب دافي معلقة سكر ومعلقة خميرة طازة دي كل المقادير بتاعت الفطير بتاعنا والحشوة بقى حسب الرغبة وهنسمي الله ونضيف المعلقة الصغيرة البيكين بودر ويق السكر ويق الخميرة وهديهم تقليبة حلوة مع بعض دي خميرة طازة ما تخافيش منها اللي بيها كويس جدا وبعد كده هنضيف الزيت ونديله تقليبة وهنضيف المية الدافية واللبن الدافي هو يكونوا سخنين هيموتوا الخميرة لازم يكونوا دافين زي دمعة العين وهنقلب الخليط كويس جدا وبعد كده بقى نشتغل بأدينا بصراحة العجين ما بيحلاش إلا بالإيد قلبي بقى كده العجينة كويس جدا وعجيني فيها العجينة دي هتاخد معانا عشر دقيق عجنة على الإيد لو عايزها في المكانة مش تاخد خمس دقيق لكن أحلى حاجة إنك تعجيني بأديكي لإن مش الكل متوفر عنده العجان العجينة بتبقى ملزقة شوية والمية ما تضفاش مرة واحدة علشان حسب نوع الدقيق دي في بقى شوية دقيق كده على الرخامة بتاعتك وفضل يبقى عجيني فيها عشر دقيق لحد ما تبقى نعمة والملمس بتاحها يبقى طاري كده والملمس بتاحها يكون بيلمع بصي افريدي ولمي افريدي ولمي لمدة عشر دقيق لازم نختار نوع دقيق مخصص للمغبوزات يكون في عرق وهضيف هنا معلقة زيت وهغلف العجينة بتاعتي بالزيت وغطيها بالبلاستيك وكمان هحط عليها فوتة مطبخ واسبها في مكان دافي لمدة نص ساعة اهم حاجة تخمر كويس جدا بعد ما خمرت بعد مرور نص ساعة هبتدي بقى هنا اقطعها النص كيلو هيطلع لك 8 فطاير كيلو لربع هيطلع لك 10 فطاير وهضيف شوية من الدقيق على الرخامة وهبتدي اقطعها حسب الحجم اللي يناسبني اقطعي كده بالشكل ده وابدقي بقى كوري كل كورة حسب الحجم اللي يناسبك ولفيها كده وخلي القفلل تحت ضروري لفي بقى العجين كده وخلي القفلل تحت الخطوة دي بتخليه ملمسه نعم هنبتدي بقى ايه نغطي بعد ما كورناه وناخد اول واحدة احنا كورناها اديها رش ديء كده وابدقي افردي بنا الشابة انا جربت طريقتين للفرد على دقيق وعلى زيت اللي على زيت احلى واسرع من النشابة بس ممكن قدامك اللي اتنين استعمليهم هنا انا ضفت الزيت وعملت الفطير وفردته وطبعا معانا نص كباية زبدة سيحناها بسيط واخدنا منها جزء وهنبتدي بقى نلف العجين بتاعنا زي شكل المرواحة بتاع زمان وبرومي بقى العجين كده وفردي شدي ولفيه وخلي الحتة دي لتحت زمانتو شايفين كده بالمنظر ده حطي كمان آآ معلاء الزيت هنعمل كمان واحدة الفرد على الزيت اسهل بكتير عامل زي الفطير المشالتت افريدي كده بقى من جوه على برا خدي الجزء اللي جوه وخرجي بيه على برا ولو العجين تقطع ولا تخافي بصوا سهلا زي بالايد عن النشابة اي حاجة تقطع ضميهم على بعض ما فيش اي مشاكل شايفة العجينة سالسة جدا ومرتاحة دي في هنا معلقة زبدة كبيرة او معلقتين وفريدي بالفرشة بتاعتك زي ما انت شايفة كده وهنقفلها زي المروحة رايح جاي ومطي بقى في العجينة بتاعتك وزبطيها طريقتها سهلة وبسيطة بس النتيجة حلوة قوي ولفيها كده بالشكل ده شدي ولفي وخلي برضوك الحتة الطرفي الاخير من تحت بصوا هوريك واحدة كمان بالصور بصوا كده ملفوفة زي المروحة بالزبط طريقتها سهلة وبسيطة قوي وكمان نتيجة حلوة قوي هحط بقى الفطير بتاعي في الصواني المدهونة مادة دهنية وهنفردها بالشكل ده في قلب الصينية ما قطريش جنب بعض علشان ما يلزقوش في بعض انا هنا شيلت كانوا ستة خليتهم اربعة بس في الصينية علشان ما يلزقوش جنب بعض اثناء السوى واثناء التخمير افريدي بقى فيها كده شايفة الخطوة دي ان كنتي فردت العجينة بتخليها بقى مورقة من جوة علشان فيها زبدة وده خليط للتلميع صفار بيضة ومعلاقة لبن ورشة قهوة سريعة الزوبان او قهوة تركي ودهني بقى الوش بتاعك كده علشان يديكي لون دهبي لما تدخل الفرن ادهني كل الفطير بتاعك وبعد ما ندهنه هنحطه متغطي على الرخامة ببلاستيك وفوتة مطبخ ونكون مجاهزين الفرن على 180 الفطير دي ممكن نحشيها جبنة او اي نوحل وانت تحبين دخلتها الفرن على 180 سخنت الفرن الاول 10 دقاي هتاخد في الفرن حوالي ربع ساعة بصوا بعد ما خرجت لونها روعة عايزة بقى لو هتاكليها حلو ادهنيها مربع لو هتاكليها بالجبنة ادهنيها قطعة زبدة بس عشان تديها لمعة وطراوة واول ما تخرج من الفرن وتدهنيها اغطيها بكيس بلاستيك وكمان بفوتة علشان تفضل طرية ايه رأيكم في الجمال روعة هشة وخفيفة وعجنتها سهلة جدا والنص كيلو كمان هيطلع للتمن فطير يعني حاجة موفرة ونظيفة انت عاملاها في البيت بامانة طعمها روعة وخفيفة وهشة هي بين الفطاير وبين الفطير المشلتة وبين الفطير التركي بصي عجينة تحفة وروعة ومخدومة كويس جدا وممكن كمان تضيف عليها اشطة على الوش ايه رأيكم في الجمال وصفة جميلة جدا والعجينة دي بقى ايه سالسة معاك النصائح اللي بقولها لك ايه هتدي في المياه مرة واحدة شوية بشوية علشان الديق بيختلف من دقيق دقيق ولازم المياه تكون دافية ايه هتدي في مياه مغلية على اي معجنات هتموت الخميرة وقبل ما نسوي لازم الفرن يكون محقق درجة حرارة عالية علشان المغبوزات بتاعتي تستوي بسهولة وما تنشفش وكمان اول ما تخرج ممكن نرشها رشة مية ونغطيها فوطة او ندهنها بمربع لو هنأكلها حلو لو هنأكلها حادئ هندهنها بمعلقة زبدة او معلقة اشطا دي كانت وصفتي يارب تكون عجبتكم واللي تعجب الوصفة ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلوكم كل جديد بقدموا وفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد انا اتبسطت ان كنت معاكم يارب انتو كمان تكونوا مبسطين واكون ضيفة خفيفة عليكم وما تنسوش اللايك والشير واسبكم فرعية الله كنت معاكم فاطمة ابو علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة